تتفضل لكن تسمح أحمد بيش تقدمنا رايك تفضل نعود نذكرك أحمد 99 ثانية بيش تعطينا رايك وبيش تقدم المباريرات متاعك والحجاج والبراين تفضل أحمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحب بالحضور الكريم السلام عليكم بسيط ما سأقول ولكن عسى أن يكون بليغ فينفد إلى العقول في الخلوب أولا فصف الدين عن الدولة عن أي دين نتحدث إن كنا نتحدث عن الإسلام فالإسلام هو نظام حياة فكيف يفصل عن الحياة كذلك الإسلام عقيدة عقيدة روحية سياسية أي من الإسلام ينبثق نظام حياة ينظم كل العلاقات الإنسان عنده ثلاث علاقات علاقته بربي على مستوى العقائد والعبادات علاقته بنفسه مطعمات وأخلاق وملبسات علاقة الإنسان بالإنسان على مستوى العقائد وعلى مستوى العقود والمعاملات إذن من يروم فصف الدين الإسلام تبيعها خطر كيقوله فصف الدين عن الدولة أي دين إذن المسيحية نعم عقيدة روحية سياسية عقيدة روحية فقط ولا ينبثق منها نظام أصلا هي لا تنظم لأن ليس فيها ذلك إذن هذه العلاقات ونحن نشوفه أنه حتى القرآن الكريم كما قال وأخيم الصلاة قال وأوف بالعقود كما قال وآت الزكاة قال وأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم سياسة خارجية سيدنا صلى الله عليه وسلم كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي التحادث على اقتصاد على الملكية العامة بيترول والغاز قال الناس وشركاء في ثلاث النار والماء والكلاء من منكم ينجم يفصل روحه على جسد أما الدولة في الإسلام لا مدنية تفصل الدين على الحياة ولا دينية تحكم بالحق الإلهي بل دولة بشرية تطبق الأحكام الشرعية